اشتركوا في القناة فعنوان اللقاء لماذا ندعو الله تبارك وتعالى فلا يستجاب لنا وان كان الموضوع بعيد عن تفسير الاحلام وان كان الموضوع بعيد عن قضية السحر لكن هذا الامر من الاهمية بمكان فانه يخص الحياة بصفة عامة الانسان مننا يحتاج ان يرجع الى الله تبارك وتعالى ويعرف هو ليه لما بيدعو الله تبارك وتعالى ربنا ما بيستجيبشي له مع ان هذا غير صحيح ان الله لم يستجب لك غير صحيح وان لم يستجب لك فهذا من وجهة نظرك القاصرة وان لم يستجب لك فهناك اسباب انت لم تأخذ بها وان لم يستجب لك فهناك اشياء محرمة فعلتها حجبت وصول الدعاء الى السماء قصة بسيطة ان ابراهيم ابن ادهم هذا الرجل الزاهد الورع مشى مرة في سوق العراق ذا امام كبير فاشار الناس عليه ابراهيم ابن ادام ابراهيم ابن ادام فذهبوا اليه وقالوا له يا امام لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا وانتبهوا ان هذا الرجل كان في العصور الخيرية فقال لهم ان قلوبكم ماتت بعشرة اشياء في القرون الخيرية في عشر اشياء انتب تعملوهم منعت عنكم استجابة الدعاء امان لو هو موجود معنا النهار ده كان ذكر كم عيب سبحان الملك قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه وزعمتم انكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وقرأتم القرآن ولم تعملوا به اكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها قلتم بان الشيطان عدوكم ولم تخالفوه قلتم بان الجنة حق ولم تعملوا لها قلتم بان النار حق ولم تهربوا منها قلتم بان الموت حق ولم تستعدوا له انتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم وفي الاخير دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها فانا يستجابوا لكم فانا يستجابوا لكم عشر اشياء انا مش اعيز اكررها عشان الموضوع ما يطولش لكن مهمة جدا للغاية لازم نرجع لربنا سبحانه وتعالى في البداية ما فيش حاجة اسمها ان احنا بندعوه وربنا ما بيستجب لناش ده بفهمنا القاصر بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد بسند صحيح او في السنن عفوا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان يعجلها له في الدنيا ادهل على طول واما ان يرفع عنه بلاء كان سيصيبه واما ان يؤخرها له في الجنة اذا في تلك الحالات انت كده كده دعائك مستجاب بفضل الله تبارك وتعالى تظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم برحمة الله وبركاته